الوضع الفضيع الإجرامي السيء الذي يعنيه الأسرة يفوق كل هذا الخيال الحديث يدور عن معتقل هو معسكر الجنود الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي محتجز فيه أكثر من ألف معتقل فلسطيني من قطاع غزة هناك حالات اقتصاب وحالات تنكيل بأسرة الفلسطينية ستة أسرة في آخر شهر على الأقل تعرضوا لاحتداءات جنسية من الجنود الإسرائيليين بشكل مباشر أمام أعين كل الأسرة الفلسطينية هناك منذ أكثر من مائة يوم محمد أسوة بباقي المعتقلين مقيدي اليدين 24 ساعة ومعصبي الأعين 24 ساعة وينامون وهم معصبي الأعين يخرج الاستحمام دقيقة واحدة يسمح لكل أسير فلسطيني معتقل في سديتيمان للاستحمام دقيقة واحدة كل أسير يتخطى هذه الدقيقة يتم معاقبته والأشهر الأخيرة عدد من الأسرة عددهم ستة أو خمسة أو ستة أسرة عمليا إسرائيل قامت بتعذيبهم وبتنكيلهم أكثر ولاقوا حتفهم في عمليا معسكر تيمان العالم كله مجتمع وأسرائيل تحارب من أجل إنقاذ المختطفين والإفراج عنهم بكل الوسائل وبالإجرام وبالحرب الإجرامية على قطاع غزة ولكن لا أحد في هذا العالم ملتفت ويلتفت إلى أوضاع الأسرة الفلسطينيين بالذات الأسرة من قطاع غزة وبالأخص ما شاهدته اليوم من شهادات